مرحباً كل مقابلة لديها خصوص مرحباً من الجانب سيلبي لكن الإيجابي فهو صحيح لعبين تجربة فتوة ورقات الملعب التي تصل بين هذه النديين فالفرق الجليلي فاز في 2013 بالكأس ولكن الفرق كله تغير نسبة كبيرة تغيرات هذه اللاعبين 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 النهائي الآخرون أول مرة يشاركوا في هذه النهائية فنحن نحاول مجدوهم لا من ناحية الدينية أولاً ولا من ناحية التاكسيكية أي مقابلة لك الأبواء إذا كنت ندخلوا بأول شيء بالروح الجماعة لأنه يكون عندك مجموعة متكاملة من ناحية التقنية ومن ناحية النفسية يكون عندك فريق فنحن لا نأمن بالنجومية أو بالفرديات هذه المجموعة هي قوية الدفاع فريق السندي برز كفريق قوية الدليل أنه غالب نهائي فما يمكنش تجيب صدفة من كانت توجه فرق كبرة أخرى فريق الجيش تفوز عليه لذلك عندك فرقة فريق الجيش يملك لاعبين كما قلت كعافيدي كراقي كبن حليب لاعبين كبار بانون يميق فهذا فريق كبير صحيح أنه نزمه مقابلته الأخيرة ولكن هذا النظام جاء عنده ظروف الظروف الأول أنه لعبوا مآسي في فريق الباء الظروف الثاني يمكن تحسبة للنهائية تقاموا وتغييرات صحيحة تجنعين إصابتين في أخير المقابل لكن كأداء وكحضور تقنية فريق كبير شكرا شكرا